أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الحكومة تتولي اهتماما خاصا بقضية التغيرات المناخية وتضعوها على رأس أولوياتها وذلك من قبل اختبار مصر باستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 مشيرة إلى إدراك الحكومة الجيد خطورة تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف مناح الحياة وخلال مشاركتها في مؤتمر عقده المركز الثقافي البريطاني أوضحت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يشكل تهديدا على كوكب الأرض وكافة عمليات التنمية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء وأنه لا يمكن التعامل معه من خلال التخفيف والتكيف فقط